أهلاً بكم مشاهدين إلى العناوين اختصاراً للوقت والجهد والتكلف افتتاح دائرة خدمات العاملين في الدولة بمحافظة ترطوس ستة أشهر متاحة لاستيراد القطن فما هو رأي الشارع؟ أهلاً بكم افتتحت وزارة التنمية الإدارية دائرة خدمات العاملين في الدولة وذلك في مركز خدمة المواطن الكائن بالأمان العام لمحافظة ترطوس وذلك لتقديم الخدمات للعاملين في ترطوس وريفها واختصاراً للوقت والجهد والتكلفة في إطار الأصلاح الإداري وتسريع معاملات المواطنين افتتح في مركز خدمة المواطن في محافظة ترطوس دائرة خدمات العاملين في الدولة الذي يقدم مختلف الخدمات المتعلقة بالمعاملات الوظيفية لكل عامل كالنقل والتسريح والتقاعد وغيرها بعدما أنجزنا الربط الشبكي في دمشق أصبحنا جاهزين لفتح كافة الخدمات وتقديمها بأي مركز خدمة أو نافذة واحدة والمشروع الذي اتفقنا عليه أنا والسيد المحافظ اليوم هو الانتقال إلى الأرياف إلى كافة مراكز الخدمة في دريكيش سافيتا وكل الأرياف المحيطة بترطوس لحتى نقدر نحن اليوم نلبي هالخدمة ونقدمها أي حركة وظيفية نقل ندب إعارة تسريح صحي نهاية خدمة هذه الأمور يقدمها المركز يوفر عناء السفر إلى دمشق وكذلك التعب والمجهود والمصروف افتتاح دائرة خدمات العاملين عكس ارتياحا شعبيا لدى هذه الفئة نتيجة لما يحققه من توفير للوقت والمال والغاء السفر للعاصمة دمشق لمتابعة الأوراق الخاصة بهم لتصبح هذه الخدمات كاملة تقدم في مركز خدمة المواطن كمواطن كنت أكلهم أني روح على الشام لأنه ما بعرف شي بالشام كنت فعلا أكلهم بس لما قالوا لنا أنه صار في مركز هنا ارتحنا جدا جدا بالنسبة للمركز بيوفر عليك كتير من الجهد والتعب والمصروف والوقت يعني أول شي بعض الأوراق هذه اللي نحن من نقوم بعملها كان من الطلبة نطلع مننا على محافظات تانية مثل مثل الشام حقيقا نقطة إيجابية وفر جهد وفر ماد وفر عناء المواطنين التي تردوصها مثل على الشام يرجعون يعني أحيان يكون في أخطاء الورقة باك ترجع مرتين ثلاثين وعود كثيرة وعمل جاد لتطبيق الإصلاح الإداري وتوسيع الخدمات المقدمة للأخوة المواطنين في مراكز خدمة المواطن على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية من طرطوس لقناة سما علي الكنج تحولت سوريا من بلد منتجا ومصدرا في آن معا للقطن قبل عام 2011 إلى بلد يتجه الاستيراد المادة لاستمرار مصانعه بالعمل حيث تم سماح للقطاع العام والصناعيين فقط باستيراد مادة القطن المحلوج والخيوط القطنية وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية ولمدة ستة أشهر أي حتى نهاية هذا العام يكاد يكون قرار استيراد القطن القرار الأخير للجنة الاقتصادية بتشكيلتها الحالية وحيث أن القرار صدر في بداية حصاد الموسم الزراعي الصيفي فهو ينعكس عن توقعات إنتاج القطن والكمية المنتجة بالشكل المنطقي مع تراجع نوعية القطن المحلوج في السنوات الأخيرة يطالب عدد من تجار النسيج وبعض الصناعيين بفتح باب استيراد الخيوط القطنية لتهزيز قدرة إنتاج قطاع النسيج في البلاد بشكل عام بالنسبة لخيط القطن لحنا خيط القطن السوري لا يعلق عليه بس يكون تحضيره ممتاز بضاهي التركي وبيضاهي الأجنبي بس يكون تحضيره ممتاز وعننا هون شركات تحضير بجنة بس بدا أنه يكون مواد أولية جاهزة عندهم طبعا نحن عنا بس أنه يساعدونا بالمواد الأولية بالتخديم الأطعام تعرف يعني فيه صعوبة كهرباء وكله هذا عم يلاقوا فيه صعوبة كتحضير خيط القطن يعني قرار جيد لازم نساعد الزراعة هنا مدخلات الإنتاج للقطاع النسيجي تكاد تكون أقل من المطلوب نتيجة لبعض التفاصيل من صعوبة الاستجرار إضافة للعديد من المشكلات التي تواجه محصول القطن ابتداء بزراعته وليس انتهاء بحلجه ولكن عند تخيير التجار المختصين ما بين تخصيص الدعم لزراعة القطن وحلجه أو دعم استيراده يكون الجواب وطنيا بحق بغض النظر عن لعبة السوق فهم أدرى بسنوات الدعم الزراعي وما نتج عنها من ازدهارا للصناعات المرتبطة لا ولا نزراع نحن عنا هون أحسن أحسن ما نستوري الزراعة عنا أفضل نحن بلد منتجي هون يعني هلا أكيد هالشي هذا اللحي سبب بزيادة أسعارنا ولحنا عنا نحن أهل زراعة القطن ليش لحتى نستوري من بره ولحنا من ننتج القطن أحسن ما نستوري طبعا أحسن لبلدنا الاستيراد غالي وبولستر أكترا يعني مو قطن مية بالمية انفعل زراعته ببلد أحسن نعم الاستيراد قطن لا 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 يكون الصعص الاستيراد عم يأتي بتكلفة عالية على البلد فمفروض يكون انتاج من عنا أطبعا تكلفته أخف بجزير على المواطن أخف بس احنا كمان مفروض حكومتنا تدعم الزراعة شوية يعني الزراعة بدأ مزوت المزوت غالي عم بقى السوز مفروض احنا ندعم ونساعد الفلاحين لا يستطيع المواطن المستطلع للأسعار فهم المعادلة الصعبة التي تبدأ من نقاشات حول دعم الزراعات الصناعية وتنتهي في أروقة مجلس الوزراء لتعلن عنها اللجنة الاقتصادية لكنه يعرف أن الحكومات المتتالية والمؤتمنة على زرع البلاد وحصدها تحتاج لمعاينة الموارد واشتراح أفضل الحلول لصيانة المقدرات واستغلالها وبين هذا وذاك لا يزال المختصون بانتظار التعليمات التنفيذية لقرار استيراد الخيوط القطنية كضابطا للقرار الذي يعد قرارا نابعا عن ضغوط الأسواق الحالية انتهت أعمال إعادة تأهيل مركز اتصالات التحاد التعاون السكني في حي جمعية الزهراء بمحافظة حلب وذلك بتنفيذ شركة الأسن المقاولات وذلك بقيمة إجمالية قدرت بنحو 380 مليون ليرة وسعة 15 ألف خط هاتفي الشركة الأسن المقاولات شركة مختصة بأعمال الترميم وعطل البناء والترميم البناء التحتية بشكل عام سعيا نحو إعادة إعمار كل ما دمره الإرهاب وإعادة مرافق الحياة إلى ما كانت عليه أنهت الشركة السورية للاتصالات بحلب أعمال تأهيل مركز اتصالات اتحاد التعاون السكني بحي جمعية الزهراء غرب حلب والذي يخدم الجمعيات السكنية الواقعة غرب المدينة وجزءا من منطقة الليرمون الصناعية وصالتها بسعة 15 ألف رقم منها 9 ألف رقم بالختمة يحتوي على 6 ألف بوابة إنترنت منها 4 ألف وخمسمائة بوابة قيد العمل باشرنا العمل بإعادة تأهيل المركز بخمسة واحد ألفين وواحد وعشرين مدة العمل مية وتمينين يوم ومتل ما نكون شايفين حضاراتكم العمل يعني على وشك الانتهاء نسبة الخراب كانت نتقارب في 80 للخمسة وتمينين بالمئة نسبة كبيرة مع العلم أنه المركز بقي في الخدمة وكان يقدم الخدمة الهاتفية والإنترنت للسكان الذين ظلوا في بيوتين بلشنا بترميم المركز أول شي بلشنا بترميم الجملة الإنشائية للمركز ركبنا حجر جديد، بلاط جديد، جلينا حجر زفتنا الساحر، ركبنا الحديد، الألمينو الحديق، الخشب طبعا كان المركز مدمر كثير نتيجة القذائف الإرهابية هلأ نحن حاليا في التصريبات النهائية للمشروع يعني يومين بيكون مشروعنا إن شاء الله والمركز خالص شركة الآسل المقاولات، الشركة المنفذة للمشروع عملت على مدار الساعة وأنهت المشروع في مدة زمنية قياسية من أجل أعادة الألق إلى هذا المركز ليصبح أفضل من مكان بحيث شملت أعمال الترميم تدعيم الجملة الإنشائية للمركز وتركيب الحجر والبلاط والرخام والأبواب الخشبية والألمينيوم اشتغلنا لمدة التنفيذ 180 يوم قيمة العقدية 382 مليون تم تكسيف الورشات بشكل كبير جدا لتلافي ويعاد الوضع كما كان قبل فترة العام هلأ بشكل عام مشاريعنا كتيرة والشركة مختصة بالسرعة بالتنفيذ يعني مثل مشروع ربطه الضوئي في المدينة والواحة بمتطة مثلا 180 يوم تم تنفيذه خلال 30 يوم وكافة المشاريع على هذه الأصدر مثلا بطريق التنفيذ بهذه الطريقة هذا وقد نفذ المشروع الذي سيرى النور في الأيام القليلة القادمة بقيمة إجمالية تقدره ب381 مليون ليرا سوريا وبساعة 15 ألف خط هاتفي حيث بلغت مدة تنفيذ المشروع 180 يوما قناة سما الفضائية كنانا علوج حنب الشهبة هذا ختام ملفات الاقتصاد أعود معكم إلى وفا شكرا يا عطيك العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة